خلال جولته بمشروعات مدينة العالمين الجديدة استمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى شرح من مرافقه عن موقف تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة حيث بلغت مساحة المنطقة الصناعية 5500 فدان طبقا للمخطط التراتيجي المعتمد للمدينة كما تم تقسيس مساحة 2248 فدانا وبلغت نسبة تنفيذ المرافق الرئيسية 95% بالنسبة لموقف المشروعات في قطاع المرافق بالمدينة فإن نسبة الإنجاز لأعمال تنفيذ شبكات المرافق المختلفة تصل إلى نحو 90% وفيما يتعلق بقطاع الترق والكباري أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 قبري أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية وتم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العالمين بطول 48 كم ترجمة نانسي قنقر